قد تحاول قد تحاول لا يقال تحاول مرة قد تحاول مرة قد تحاول مرحب العالم هو السلام عليكم طلاب أهلا وسهلا بكم طلاب الصف الخامس رجحت لكم محاضرة جديدة من محاضرات الفصل الخامس وصلنا وياكم طلابنا الى النقل في الفقريات قبل كل شي ضروري انو تشتركوا بقناة تليغرام رح اعفركم اياها بالوصف القنات الخاصة القناة العامة الرئيسية وفيقنات الخامس لان رح نزل بها هذه الصورة مع الصبورة مع الصور صبورة رح نزلكم واياها لان اكتر طلاب راضيه قل الوستاد حتى نسحبها فلازم تشتركون بقناة التليغرام على مدرح ننزلها بالقناة طلاب نوصر نواياكم النقل في الفقريات هذا الموضوع يحتاج لتركيز يحتاج لتركيز وشغل دماغك يقول احنا بالمحاضرة السابقة منسولفت لك النقل قلت لك جهاز دوران تمام اليوم راح يسولفت لك على جهاز الدوران يقول تشترك اجهزة الدوران في الفقريات المختلفة في صفات معينة الفقريات المختلفة عندي فقريات مختلفة تماصيح ضبادع طيور انسان حيوان اي شي اي شي موجود فيقول تشترك اجهزة الدوران في الفقريات المختلفة في صفات معينة وما هي انتبه علي خلي ناخذ هذا القلم حتى نوضح به يقول شنو طبعا هذا سنتكاء على شكل مخطط راح اقرب لك الكاميرا على ما نشوف يقول جميعها يضخ القلب الدم يعني من اللي يضخ الدم اكيد القلب ما طور ما المي وين راح يضخ باو على المخطط يضخ هين الى شرايين وتتفرع يعني واضيق هاي الشرايين شوف استاذ على ذلك المخطط هم ارسم لي حتى افتهم اكثر تعادوا هذا القلب عمرا راح ارسم لك يا شنو قلب الحب هذا شنو قلب وين راح يضخ الدم شوف شي يقول الى الشرايين هذا الشريان خوش حتي هذا شريان هذا سمي شريان النوب الى شرايين اصغر باوة هاي شنوه شرايين اصغر صح لو لا يقول تتفرع الى جهاز واسع من هو شرايين الاصغر راح تتفرع المن الى جهاز واسع واسع او اوسع من الشعيرات الدموية حلو وراها الدم راح يطلع من هاي سميها شعيرات دموية شوف راح شي يصير بيها باوة هاي شعيرات الدموية هنا هم عندي جهاز ركزوا يبقوا الى على الرسم راح يطلع وين شوف الى اوردة اكبر راح يجع الى اوردة اكبر النوب شي يقول هاي الاوردة راح ترجع وين الدم الى القلب صار واضح فهنان يقول جميعا هاي ضخ القلب الدم وين الى الشرايين هاي الشرايين صح لو لا تتفرع يعني وضيق هاي تفرعت وضاغت النوب تتفرع الى شنو جهاز اوسع اللي هو من الشعيرات الدموية زين اللي هي من الشعيرات الدموية صح لو لا ويدخل الدم وين الى شعيرات دموية اصغر باوة النوب اوردة اكبر اللي هي راح تصير شوية اكبر من عدها المفروض بالرسم شوف 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 شوية اكبر النوب بعدين الى تروح الى الوريد صار واضح فهنا نتبه جميع الفقريات طلاب جميع الفقريات يضخ القلب وين الى الشرايين وين الى الشرايين القلب يطل باوة حس احنا عندنا مطور المي اش بيه بيه سحب وبيه الينط المي الينط المي اسميه شنوه شريان واللي نسحب من عنده من الاب اللي هو ش وريد فالقلب هو مثل ما طور المي يسحب وينط يسحب من الوريد وينط من الشرايين فمن اقول يضخ الدم من قبل القلب وين يضخ ه للشرايين وهاي الشرايين راح تتفرع والضيق المن الى شي يقول شرايين اصغر وهاي شرايين اصغر راح تتفرع اكثر بجهاز واسع اسميه شعيرات الدموية النوب وين يروح يدخل اوردة اصغر هاي نفسها باوحي النوب هاي هم اوردة بعد اصغر انه بالحد ما تكبر هذا الوريد ويرجع وين للقلب صار واضح فهناخذ اليوم جهاز الدوران في الاسماك عدا الاسماك الرئوية باوحي الاسماك عدا الاسماك الرئوية هاي الاسماك عدا الاسماك الرئوية شوف يقول الدورة الدموية في الاسماك عدا الاسماك الرئوية تكون مفردة صار يا شنو الدورة الدموية المفردة والدورة الدموية المزدوجة حتى هو هذا الموضوع لازم شنو افهمك بدنو الدورة الدموية المفردة والدورة الدموية المزدوجة تعال امسح هذا القلب شوف شنو الدورة الدموية احنا هنا نبقى ركزوا يعني عدي قلب تخوش حتي هذا القلب وعندي شنوه الرئة صح لو لا فالقلب يضخ الدم وين الى الرئة تمام هذا يعدم الغير مو اكسج يعني المابي شنوه المابي اكسجي رحصر عملية تبادل غازي رح يرجع وين يرجعه للقلب والقلب رح يسوي يرجع الدم وين الى الانسجة النوع بترجع الانسجة وين للقلب فمن القلب للرئة سميها دورة دموية صغرى ومن القلب للانسجة سميها دورة دموية كبرى فمن اقول ان اذا موجودة عدد دورتين هاي شباب شوفوا كم دورة افتر هذا الواحد وهاي اثنين هاي سميها دورة مزدوجة ولازم احتاج بيها القلب اربع رتات القلب لازم يكون بيه اشكال اربع رتات او اقل شي ثلاثة حتى صير عند الدورة مزدوجة فيقول هنا بالاسماك هذا الاسماك الرئوية الدورة الدموية في الاسماك هذا الاسماك الرئوية تكون مفرده 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 ليش هس عرفت انت شنو مفرده تقول لان القلب يتألف من اذين غشائي مفرد وبطين عضلي مفرد ويساعدهما جيب وريدي وين اسفل الاذين ومخروض شرياني اعلى البطين هنا راح ارسم لك شنو الاذين اول شي يقول يتألف من الاذين غشائي مفرد وبطين عضلي مفرد ويساعدهم جيب وريدي اسفل الاذين هذا الاذين هذا شنو اذين سمي اذين تمام وبطين عضلي مفرد وهذا البطين العضلي بطين فاذا يتكون من اذين غشائي مفرد وبطين عضلي مفرد يعني بي بس شنو بس بطين واحد تمام وش يقول ويساعدهما جيب وريدي اسفل الاذين هذا الجيب الوريدي جيب وريدي وين موقع اباوا اسفل الاذين ومخروض شرياني وين اعلى البطين هذا سميه شنوها مخروض شرياني هذا اللي هو شنوها اللي هو القلب بمن بالاسماك يتكون من بطين عضلي مفرد واذين عضلي اذين غشائي مفرد بطين واذين اسفل الاذين ش موجود جايب وريدي اعلى البطين ش موجود مخروض شرياني فيم ولا فيم ولا تقول الساب لان القلب يقول لك ليش هو مفرد لانه اللي بي يعني باو عدام راح يجيب اتجاه واحد ما راح يروح لغير بطين ما عندي هو بس بطين لو اذين تقول لان القلب يتألف من اذين غشائي مفرد وبطين عضلي مفرد ويساعدهما جايب وريدي اسفل الاذين ومخروض شرياني على البطين عدل اللي هسر سمتلك هي الدورة الدموية الصغرى والكبرى اللي هي اللي سميها المزدوجة لازم عندي شي يكون عندي يكون عندي يدخل الدم من جهه من القلب مثلا من البطين الايمن ولازم يطلع من البطين الايسر ويروح للرأة ويرجع للرأة بوسطة الاذين فهنان صار عندي دورة دموية مزدوجة سرح اخذه صار واضح زين خلصنا جهاز الزوران في الاسماك على الاسماك الرأوية ناخذ الدورة الدموية بمن في البرمائيات ومعظم الزواحف طبعا عدد تماسيح هنا لازم اكتب لكاني عدد التماسيح هنا راح شوفه عدد التماسيح هنا تمسح مين من الزواح يقول الدورة دموية في البرمائيات مع انتقال الفقريات من الحياة المائية يعني الفقريات الضفدع مشانت بالماء وانتقلت وين للجروف للحياة البرية ظهرت الرئات كأعضاء تنفس سابقا اشتام بيها الخياشين صح لولا فظهرت الرئات كأعضاء تنفس تمام يقول والقلف البرمائيات والزواحف عدد التماسيح ممن يتكون القلف البرمائيات والزواحف يتكون من اذينان وبطين مفرد يعني هذا اذين باو شو شوف هذا اذين نقول ايمن وهذا بطين العفو اذين ايسر كله قال اذينان وشنوه بطين واحد هذا البطين بطين شنوه مفرد اما اذا قلت لك ممن يتكون القلب بمن بالاسماك على الاسواق الاسماك الرئوي تقول لي بطين عضلة مفرد و اذين غشائي مفرد والسولف على المخلوط الشرياني والجيب الوريدي صار واضح تحكي ليه بس اذا قلت لك بالزواحف عدد عدد تماسيح شنوه يتكون من اذينان وبطين مفرد زيان يقول والدورة الدموية مزدوجة شنقصد بيها ونقصد بها دورة رئوية ودورة جهازية ليش يعني انو مزدوجة تقول لي السادة لانه يتكون مين من اذينان وبطين مفرد عدل اسماك الرئوية اللي هي كانت تتكون مين من بطين واثين يعني ما بي انو يطب من جهه ويطلع من جهه ثاني صار واضح فعده هنا اللي هو التماسيح العفو الزواحف عدد التماسيح زيان استاذ شنو الدورة الجهازية عرف لي ياها تقول الدورة الجهازية لها مضخة تزود شوف تزود شنوه شبكات الشعيرات الدموية في انسجة اعضاء الجسم بالدم المؤكسج زيان الدورة الرئوية ترسل مضختها من الدم الغير مؤكسج الى الرئتين شنو يعني تعال شوف عندك هنان قلب صح لو لا الدورة الجهازية يقول لها مضخة تزود شبكات الشعيرات الدموية في انسجة الجسم شنوه بالدم المؤكسج عندي هنان شنوه انسجة جسم فراح ينقل القلب وين الى انسجة الجسم خوش حاتي باعمين قلب راح دزود الى انسجة الجسم وهناش عندي رئة الدورة رئوية ترسل مضختها من الدم الغير مؤكسج وين الى الرئتين العفو هاذا ايتي راح يصير راح يطلع من نانة يجي اللي جاء خوش حاتي والقلب راح حتى ياخذ يعني راح يطلع من يروح ياخذ مؤكسج ويرجع للقلب النوب يرجع يدز اللي جاء فهنانا الدورة الجهازية لها مضخة تزود شبكات الشعيرات الدموية في انسجة الجسم شنو بالدم المؤكسج والدورة رئوية ترسل مضختها من الدم الغير مؤكسج المن الى الرؤتين هسا راح بالصفدع وال الضفدع شون اقارن جهاز الدوران بالسمكة يتكون من اذين غشاء مفرد وبطين عضلي مفرد صح او لا منقلل الاسماك الرئوية جهاز الدوران في الضفدع لأنه قال الزواحف عد التماسيح يتقل يتكون من اذينان وبطين مفرد يحتوي على جيب وريدي القلب بالسمكة ومخروض سورياني يستاذ يحتوي هذا بي جيب وريدي مخروض سورياني اللي هي الضفدع لا ما بي الدورة الدموية بالسمكة شنوش قلت قبل شوية مفردة عفية والدورة بال الضفدع تقلي مزدوجة يعني شنو الجهازية ورئوية صار واضح استاذ صار واضح لحت الدورة الدموية استاذ في التماسيح والطيور وثديات التماسيح هي من الزواحف بس خلاها واحد تقول القلب مقسم الى نصفين ايمن وايسر بواصلة حواجز وكل جانب يتكون من اذين وضطين استاذ وضح لي تعال اهنان راح تفهم شكو شي حتيته انه الدورة الجهازية والدورة الرئوية والدورة المزدوجة والدورة المفردة اهنان لازم تفهم بعد شوف راشم هيك توضيحي هذا قلبي قلبي هذا واحد قلبه مربح خوش حتي شي تقسم اربح حواجز فعندي حاجز ايمن ايمن وحاجز عفو جانب ايمن هل اكتب هنا هذا الجانب الايمن هذا الجانب شنوه الايسر شوف يقول القلب مقسم الى نصفين ايمن وايسر بواسطة حواجز وكل جانب يتكون من اذين وبطين هذا نقول اذين وهذا بطين وهذا اذين وهذا بطين والله قلبهم ربح شوف يقول والدورة يقول لك ممن يتكون شوف ممن يتكون القلب في التماسيح والطيور يتقلي مقسم القلب الى جانب ايمن وايسر وكل جانب بيه اذين وبطين الدورة الدموية شنوه مزدوجة يقول ابدي دورة الدموية الرئوية والدورة الدموية الجهازية اللي هي الكبرى شنوه يعني يقول الدورة الدموية هنا باو ركزوا ياي عندي هنا نارية شوف هذي الرئية خلي ارسمها عدل هاي الرئية اللي هذا الرغامي هاي مو رئية صارت فراشة هاي شنوه رئية وهاي انسجة الجسم انسجة الجسم الدورة ش تكون مزدوجة يقول الدورة الدموية الرئوية الصغرى وهي حركة الدم من الجانب الايمن من القلب الى الرئتين تعال وحدة وحدة هاذ اللون الازرق شوف حركة القلب شوف من الجانب الايمن من القلب الى الرئتين فيحد شنوه التبادل الغازي يعني شنوه تبادل غازي يعني الخلية الدم الحمراء انطت CO2 اخذت بمكانها شنوه الاوكسجين احنا ليش شهيق وزفير ليش على مود يصير عملية التبادل الغازي حتى انقل الاوكسجين بواصلة شنوه الدم فالدم لازم يوصل للرئة وين على مود يصير عدد شنوه عملية تبادل الغازي لازم ناخذ الدم ياخذ الاوكسجين باوة ياخذ شوف الدم ياخذ الاوكسجين من الرئة بس هذا الدم قبل يروح للرئة من جاي من الجانب الايمن من القلب يعني مننا من الجانب الايمن من القلب الى الرئتين فيحدث تبادل الغازي راوسنا الاوكسجين بسانوكسيلي كاربا ثم عودة الدم المؤكسج للجانب الايسر من القلب هذا شنوه هذا المفروض يصير بالاحمر لانه شنوه نقول هذا الاحمر يعني الدم غير شوف تانج حامل CO2 زين راح يرجع باوع لباوع لباوع راح يطلع من الرأة شخد اللي هو الاوتو يقول الدورة الدموية الرئوية الصغرى وهي حركة الدم من الجانب الايمن حركة الدم من الجانب الايمن من القلب الى الرئتين فيحدث التبادل الغازي وعودة الدم الى الجانب الايسر من القلب حلو زين بس الدم شنو المؤكسج هو قال ثم عودة الدم من هو المؤكسج وين يرجع للجانب الايسر باوع الدورة الدموية الجهازية شوف وهي حركة الدم من الجانب الايسر من القلب لان هذا شنو المؤكسج باوع من وصلة هذا كان كله ثاني اوكسيدي كاربون هذا كان نصف ثاني اوكسيدي كاربون صح لو لا فاش طلع وصلة لهذا النسيج فرض النسيج عضلي يحتاج اوكسج فانت اي شي جانب ايمن من القلب هو بدم غير مؤكسج فهال ثاني حسب هذا الرسم حسب هذا الرسم والمخطط هذا الرسم البسيط زين يقول القلب في الثديات والطيور والتماسيح يتكون من يعني بجانب ايمن وجانب ايسر وكل جانب بي اذين وبطين استاذ ما يقول عدي الدم يكون دورة مزدوجة يعني دورة دموية صغرى سامعين بيها ودورة دموية كبرى الدورة الدموية الصغرى رحت تود الدم اللي هو شنو الغير مؤكسج من الجانب الايسر الايمن من القلب وين الى الرأي بس انت لازم تعرف هذا من ايجا من الجانب الايمن لان جاي من الانسجة شوف النسيج رجع اوين للجانب الايمن صح الايمن من القلب وين الى الرأتين ثم يحدث التبادل الغازي وبعدها يذهب الدم المؤكسج الى الجانب الايسر من القلب والدورة الدموية الجهازية او الكبرى هي حركة الدم المؤكسج من الجانب الايسر من القلب الى انسجة الجسم واقدر اقول يحدث التبادل الغازي وعودة الدم الغير مؤكسج يعني اللي ما بي اوكسجين من اقول مو اكسج يعني بي اوكسجين غير مو اكسج يعني بي شنو ثاني اوكسيديك كاربون وين يرجح للجانب الايمن من القلب زين يقول علل تكون اجهزة الدوران ركزوا ياي تكون اجهزة الدوران في التماسيح والطيور اكثر كفاءة من باقي الفقريات حتى بثديات تقول لي ان القلب يتكون من اربعة رتهات هذا القلب يتكون من واحد اثنين ثلاثة اربعة وشنو ها رت هات ودينان وبطينان صار واضح طلال صار واضح طلال يلا والتقيكم محاضرة جديدة من المحاضرات الفصل الخامس ولا تنسون انه دخلونا لقناة تلي جرام س��rillزككم هذا الملخص ما صبرو را كلش مهم في امان الله وحفظه